تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في محافظات المملكة كافة وافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدا تابعا لإدارتين الأوقاف السنية والجعفرية أعلن سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية لانتهاء من تأهيل وتهيئة وصيانة جامع النصف في منطقة الرفاع الشرقي وجامع الفاضل في سوق المنامة وأكد حرص مجلس إدارة الأوقاف السنية على تنفيذ المشاريع التطويرية لدور العبادة وفق الجدول الزمني المحدد ومتابعة المشاريع الجارية إلى حين استكمالها وذلك لضمان راحة المصلين وتأدية العبادات في أجواء روحانية وأضاف سعادته أن مشاريع دور العبادة من أولويات حرص سموه التي تهدف للمحافظة على بيوت الله وجعلها جاهزة لاستقبال المصلين في مختلف الأوقات والمناسبات سائلا الله عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يبارك له ويسدد خطاه لما يقوم به لخدمة الإسلام والمسلمين